هذه المخابقة وأنا بأشرف دايماً أن أنا أكون موجود فيها ودايماً بتحصل لنا كده يعني حالة من الروحانية وحالة يعني ده يمكن أن توصف الحقيقة في اليوم ده ودعوتنا لي الدعوة الكريمة دايماً بنت أخدها من الأخ العزيز معالي أنه هو الوزير عبدالقبان محافظة وسعيد كل الشكر والتقدير لحضرتك وعلى الاهتمام والتركيز على استدامة هذا المتقر الكبير وأيضاً يعني من خلال دعوة حضرتك ووجود الزملاء الحكومة المصرية وعلى رأس هذا الورد وعلى رأس الجامع الموجود معالي أستاذ دكتور محمد دكتور جمعة ودير الأوقاف اللي يعني هي أنا دايماً بأتتبع لخواطره الإيمانية يومياً في إزاعة القرآن الكريم هي وتتأتى دايماً بعد خواطر الإيمانية لشيخ متولي وشعره رحمة الله عليه وأيضاً الزميل العزيز معالي الوزير على أنا دايماً بنتزامد في كل ما هو يعني يرتبط به الشباب أو يرتبط به المناسبات كل الشكر والتقدير لوجودنا الحياة إحنا الثلاثة ومن خلال هذا التواجد العظيم معالي المرواق الإدارات التنخيذية المحافظة والحضور الكريم الحياة هذه المصفة يعني تتداول بغزر شوية إحنا يعني نكون مرتبطين فيه وبيه وقبل ما أسترسل في هذا الموضوع يعني أستاذ الحديث رئيس جمعي الأزهر الأصبر أستاذ دكتور أحمد عمر هاشم يعني إحنا نتمتع دايماً بوجودة ونبع جميعاً لكاً الصحة مستمعين ما تطلق في التفسير للحديث الشريف لكن يمكن الشباب هو رمز كبير لهذه المصفة وهي استدمتها ودايماً فيه المجال يعني سواء المجال الشبابي أو الرياضي بنقول المصابقة فاعتبنا على المصابقة والتصاوق ولما بقيتها في يعني التصاوق في حفظ القرآن الكريم له شف روحاني آخر طبعاً هتداول يعني بعض مش التفسير لكن بعض الاستدلالات كرجل متخصص في الإدارة الحقيقة يمكن في الفيديو الآية الكريمة إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظه الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى موضوع ألا وهو استدابة هذا المعنى الحقيقة دائماً في الإدارة نقول المانيج بيستدامة أو الاستدامة يعني لما نعمل الموضوع لازم نحط له استراتيجيز ونحط له خطط وتشوف نعمل مونوترينج أو نشوفه بيستمر ازاي لكن نحط خطة خبس سنين عشر سنين عشرين سنة خمسين سنة ربنا سبحانه وتعالى عمل الكرآن للاستدامة المطلقة وربط هذا الموضوع بحديثه إلى الملائكة بالوصف إني أعلم ما لا أتعلم والكرآن سبحانه وتعالى أنزله شرعة ومنهاجة ودائماً لما بنفسر العلم عندما نصف أي موضوع بالعلمية لازم نقول هل له منهج هل له رؤية هل لها مستهدف إذا توافرت نقول أو نصف هذا الموضوع بالعلم الحقيقة القرآن هو علم وعلم مستدام وهذا العلم المستدام نجد أيضاً في عمالنا وشغلنا ونصرياتنا في الإدارة أن كل موضوع لازم يكون ليه مانوال والمانوال لازم يرتبط بكورسز اند كورسيتيورس يعني لازم يكون فيه مجلد موضوع مكتوب وسياسات وإجراءات عشان ننفذ هذا العمل حقيقة دكتور قرآن الكريم هو استدلمنا في هذه الحياة فيه يعني ما ندير هو منهج وهو له سياساته وإجراءاته حقيقة اللي موجودة وعلامات الاستدامة كثيرة حتى الخطابة أو التحدث أو النقل أو التحدث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أول التنزيل هي اقرأ وإقرأ ارتبط أيضاً بالعلم وهو نبي أمي في حياة كلها استدادات لكن لما نقبطها باللي بيحصل وبنقول ده فيه رابط للتشينجينج وفيه تغيرات وهي عالم الاتصالات ربنا سبحانه وتعالى حتى فيه كل ما هو متقر أو مبدع هنجد هو علامة ليه استمرارية هذا القرآن فالتباعه لما خرجت وتطورت خرجت شكل المصحف في بعضه وتحديثه حتى فيه الإزاعة وابتكارها وجدنا يعني إزاعة القرآن الكريم والشيخ محمد رفعط أو النقشباندي حتى لما بقى فيه شريط الكاسد ولا السجهاية ولا أي مبتكر آخر بنسمع إلى القرآن واستمراريته استمرارية هذا القرآن الحقيقة أيضاً لتخليط الزكر واستمراره واستدامته والحقيقة كل ما هو مبتكر حتى التليفون وهو أفضل